تشهد العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الأسيان تشهد تناميا متطورا في مختلف المجالات عززتها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وذلك بهدف تحقيق الازدهار والتقدم لجميع الأطراف الدول الخليجية ودول الأسيان تشتركان في أهميتهم الاستراتيجية والنمو الاقتصادي إلى جانب حرصهم الكبير للعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لسائر شعوب العالم شكل عام 1990 بداية تبلور التواصل الأول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تعرف بالأسيان ومنذ ذلك الحين اتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة والتي كان آخرها في سبتمبر عام 2019 تتشابه دول مجلس التعاون ورابطة آسيان في كونهما محط أنظار العالم نظرا لموقعهما الجغرافي المبيز فتبن الجانبان الرؤية المشتركة التي تضمنت دراسة ووضع توصيات عن مستقبل العلاقات بينهما في مختلف المجالات ففي يونيو عام 2009 وقع الجانبان على مذكرة تفاهم في مملكة البحرين والتي تعد أساس التعاون والعلاقات بين الكتلتين وتنامت العلاقات السياسية بين الدول الخليجية ورابطة آسيان لسيما في الأوينة الأخيرة حيث شهد الخليج العربي والشرق الآسيوي زيارات مكثفة رفيعة المستوى أسهمت في تعميق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الطرفين كما تعززت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيان حيث وقعت مملكة البحرين وعدة دول خليجية على معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة كما ملقى حجم استثمارات دول مجلس التعاون مع منطقة جنوب شرق آسيا حوالي 13 مليار و4 ملايين دولار في الفترة بين يناير عام 2016 وسبتمبر عام 2021 وتسعى دول مجلس التعاون ودول الأسيان إلى تعزيز علاقتها على الأصعدة كافة وفي مختلف المجالات والعمل معا لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ربوع العالم ترجمة نانسي قنقر